السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله يا شباب اليوم رح نشرح طريقة تغيير الخلفية في الويندوز 10 بكل سهولة فلا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك ويلا نبدأ الشرح في البداية يا شباب كل اللي تحتاجون تسوونه تضغطون كليك يمين على أي مكان عندكم في سطح المكتب وبعد كذا تروحون على آخر خيار هذا هو من هذه الواجهة يا شباب تتأكدون أنكم مختارين خيار الباكجراوند وبعد كذا تروحون على هذا الخيار اللي هو البيكتشر رح تظهر عندكم ثلاثة خيارات فالخيار الأول معنا إذا كنت حاب أنك تختار صورة محددة من الجهاز الخيار الثاني إذا حاب أنك تحط لون سادة يعني بدون صورة فقط لون تقدر تختار الخيار الثاني والخيار الثالث معنا إذا كنت حاب تختار مجموعة من الصور مثلا 10 صور بحيث أنها تتغير مثلا كل دقيقة أو كل 5 دقائق يتغير الشكل شكل الخلفية في سطح المكتب فاللو نختار الآن أول خيار كل اللي تحتاجون تسوونه تضغطون على براوز وبعد كده تختارون الصورة اللي تبغونها خلفية للجهاز الخيار الثاني معنا تقدرون تختارون أي لون تبغونها مثلا لون الأخضر لو تلاحظوا الآن تغيرت عندنا خلفية سطح المكتب لهذا اللون والخيار الثالث فقط تضغطون عليه وبعد كده تضغطون على براوز وتختارون مجموعة الصور اللي تبغونها نفترض مثلا هذه الصور الآن تضغطون choose وكده تم اختيار الصور اللي نبي نغيرها مثلا كل 30 دقيقة فمن هنا تختار الصورة الوحدة تتغير بعد كم بعد دقيقة واحدة أو بعد 10 دقائق مثلا هذه طريقتها بكل اختصار فنروح على الخيار الأول نختار الصورة اللي نبغاها مثلا هذه الصورة فكده الآن تغيرت معنا وتلاحظون تم تغيير خلفية سطح المكتب فهذا يا شباب كان الشرح اليوم أتمنى استفدتوا منه لا تنسون دعمنا باللاك والاشتراك نشوفكم مقاطعة ثانية مع السلامة